عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا عبر الفيديو كونفرس مع رئيس المجموعة البنك الدولي ديفيد مالوست لمناقشة عدد من ملفات التعاون وعرب مدبولي عن تقديره للتعاون المستمر مع مجموعة البنك الدولي والشاركة طويلة الأمد والتي سهمت في دعم الاقتصاد المصري وحول استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة ثمن مدبولي رغبة مجموعة البنك الدولي في دعم مصر خلال رئاستها للمؤتمر للمساهمة في اطلاق مبادرات عالمية